رئيس سيسي النهاردة قال في تصريحاته أن أمن مصر القومي هو مسؤوليتي الأولى لا تهاون ولا تفريد في أمن مصر القومي تحت أي ظرف وأن الشعب المصري يجب أن يكون وعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد الرئيس أيضا قال أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية وأن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة وأضاف مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني طبعا مصر كانت دايما بتتكلم عن حل الدولتين وحذرت كثيرا من انفجار الوضع والرئيس أيضا قال أنه لن تسمح مصر بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى والنهاردة متحدث الجيش الإسرائيلي نفى تصريحات قالت أنه إسرائيل أو أنه الجيش الإسرائيلي قال للفلسطينيين اخرجوا من بيوتكم وذهبوا للحدود المصرية أيضا سفيرة إسرائيل في مصر قالت ذلك وقالت نحن لم نطلب من الفلسطينيين الذهاب إلى الحدود المصرية لكن معبر رفح قصفة للمرة الثانية من الجانب الفلسطيني ولا تزال معونات ممنوعة من أنها تدخل من خلال معبر رفح